تلاميذنا العزاء حضرات السيدة الأولياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحصة الأولى حول التوجيه المدرسي كما تعرفوا وزارة التربية تخذت جملة من القرارات حفاظا على أبنائنا التلاميذ في هذا الظرف الخاص من ضمن هذه القرارات هي إيقاف الدروس ومن ضمن هذه القرارات كذلك ما يتعلق بعملية التوجيه المدرسي إذن عرض اليوم لكي يكون موجه أساسا للتلامذة سنوات الأولى والثانية ثانوي وللأولياء نتمنى أن نقدم الإجابات الكافية حول التوجيه المدرسي وأن ننطلق على بركة الله في هذا المسار لما فيه مصلحة ونجاح كل أبنائنا التلاميذ مقاربتنا إذن للتوجيه بش تكون في على أساس وأنه مشروع ليس فقط قرار يتخذ التلميذ في مرحلة ما من مساره الدراسي إذن فيما يخص السنة هذه فيما يخصها العام هدايا تعرفوا اللي وزارة التربية خرجت بلاغ مؤخرا يتعلق بعمليات التوجيه المدرسي اللي بيش تدم على الموقع هدايا في فضاء الولي تعرفوه الناس كل دونك باران.يدوكاسيون.تين فما فيديو توضيحي يوضح للأولياء والتلامذة كيفاش تم عملية تعمير الاختيارات على الموقع هدايا إذن أو في صورة ما إذا تعذر على التلامذة أنه يتم تعمير الاختيارات عبر الموقع هدايا يمكن صحب المطبوعة من موقع المعهد أو من موقع المندوبية الجهوية تتعمر بدقة كما العادة وترسل عبر البريد الإلكتروني للمعهد أو إذا كان يعني تعذر ذلك يمكن تقديمها مباشرة للمعهد لكن مع ضرورة الحذر تعرفوا المزور اللي تخذتهم وزارة التربية باش تنقص من التجمهور باش تنقص من الكونتاكت بين برشة أطرافة الرجاء الانتباه تاخذوا كل إجراءات الحماية وعدم التجمهور إذن تنطلق مختلف عملية التوجيه الجامعة إن شاء الله بداية من يوم 18 مايه من هنا إلى 18 مايه إن شاء الله شخصوا جسور الحوار والتفاعل بيننا وبينكم كمستشارين في الإعلام والتوجيه بقدرة الله باش نحاولوا نوفركم مختلف الأجوبة على تساؤلاتكم أنا أتوجه بكلامي لهنا للسادة الأولياء والكلام ذا كذلك إذن قلت اللي مقاربتنا في التوجيه المدرسي ليست مقاربة أو ما نحكيه على التوجيه المدرسي على أساس وأنه قرار يتخذه التلميذ أو الولي يعني في فترة من مساره الدراسي بل بالعكس هو مشروع ينطلق أو يبدأ في فترة معينة من حياة التلميذ المدرسية ويتواصل معه في النهاية إلى أن يصل إلى عالم المهن إذن السورة اللي توضح أمامنا لهنا كيفاش ننطلق من المسالك أداب علوم اقتصاد إلى الشعاب إلى الباكالوريا إلى التعليم العالي ثم إلى عالم المهن لماذا أو ما هي المكونات أو شنو يوفرنا المقاربة هذي شنو يتوفرنا لما نعتبره أنه التوجيه مشروع وليس فقط قرار أولا تكون الهداف اللي اختارها التلميذ محددة واضحة في مخو ثم بش يوصل الهداف وهذه يوضع خطة عمل لبلوغ هذه الهداف بتبعت حال خطة العمل هذه أو الاستراتيجية بش تكون بمساعدة عديد الأطراف من ضمنها الولي من ضمن المستشار في العالم المتوجيه من ضمنها الأستاذ المكلف المتوجيه من ضمن الأستاذ إلى غير ذلك كذلك توفر الثقة بالنفس وعدم التردد بش ميبقاش تلميذ حتى لأخر لحظة لا نختار أداب نختار مسلك هذا نمشي للمسلك هذا إلى فمن البداية يكون خياره عن قناعة وعدم تردد وفي النهاية نبعده على كل الاختيارات اللي بعيدة على كفاءات أو مهارات التلميذ وميولاته الاختيارات تكون واقعية بنسبة كبيرة بش هكا نضمنه على الأقل يضمن التلميذ حد أدنى من أسباب النجاح في المستقبل أيضا المسألتك القرار في الأخر اللي تحطه أنت على بطاقة الاختيارات هو مبني على عدة معطيات معطيات هذه نخذوها من معرفة التلميذ لذاته لنفسه شنية ميولاته؟ شنية رغباته؟ شنو يحب؟ شنو المواد اللي يحبها؟ شنو المواد اللي يقعد ينجم يرجحها مثلا ساعتين أو أكثر من ساعتين وما يحسش بالتعب وما يحسش بالقلق؟ شنية المواد اللي يحب يحذرها أكثر من الأخرى؟ ثم نقاط قوته أو مهاراته؟ وين هو متميز؟ وين هو خير؟ وين نتيجه تكون أفضل؟ إلى غير ذلك؟ ثم فما إعلام حول شعب التعليم العالي أو ضروري أنه التلميذ يكون عنده فكرة على التعليم العالي على شعب التعليم العالي لأنه في نهاية الأمر بالنسبة لنا نشوفهم بعد في صورة الهيكلة كي يكفى أن هذا القرار يكون عنده تبعات من ضمنها اختيار نوع الباكالوريا اللي باش تمتحن فيه ثم بعدين بتبعات الحال تاخذ فكرة على عالم المهن ما هي المهن اللي الواعدة ما هي المهن تعرف حتى ولو أنه سوق الشغل في تونس له ميزات وخصوصيات فضروري جدا أنه أتلميذ بمساعدة المحيطين به أنه ياخذ فكرة على سوق الشغل هذه أنهي المهن الواعدة وأنهي التخصصات اللي توصل للمهن هذه إلى غير ذلك ففي نهاية الأمر العملية ليست ببساطة أنه تلميذ ياخذ فقط قلم ويعمر بطاقة الاختيارات العملية أعقد من هذا بكثير إذن الجزء هام أو مرحلة هامة من مراحل استراتيجية هي مرحلة جمع المعلومات ضروري جدا في الفترة السابقة أو نظريا منطقيا في الفترة السابقة أو حتى منذ بداية السنة التلميذ ينطلق في جمع معلوماته وقاعد يعمل في العملية هذه حتى بدون وعي قاعد يلم في معلومات يجمع في معلومات حول العديد من النقاط حول المسالك الأربع مسالك العامة اللي بش يتم توجيه لها في نهاية السنة الأولى ثانوية ثم بعد ذلك الشعب تفرعات من المسالك وين بش تؤدي إلى أي شعب ستؤدي ثم نوع أنواع البكالوريا البكالوريا ومعنىها متطلبات البكالوريا طريقة مراجعة للبكالوريا هذا كله يعني مربوط بنوع البكالوريا اللي هي في حد ذاتها مربوطة بقرار التوجيه أو بالشعبة اللي بش تختاروها ثم بعد ذلك شعب التعليم العالي شعب التعليم العالي التخصصات مدة الدراسة التوقيت الظوارب إلى غير ذلك ثم في نهاية الأمر التخصص المهني لسائل أن يسأل يقول لك مني مش نجيب أنا المعلومات هذه أولا المعلومات هذه قاعد أنت تتلقى فيها كتلميذ بطريقة بأسلوب غير واعي كل يوم كل يوم قاعد تسمع في معلومات أو قاعد تطالع في معلومات وقاعد تشوف في معلومات ثانيا هناك أشخاص ينجموا يساعدوك في الإطار هذه من ضمنهم مثلا المستشار في الإعلام والتوجيه من ضمنهم وليك من ضمنهم أساتذتك إلى غير ذلك فضروري جدا أنه قبل من عمر الورقة قبل من عمر بطاقة الاختيارات تكون عندي ما يكفي من المعلومات بشي يكون قراري أقرب إلى الواقعية وأقرب إلى توفير فرص النجاح بالنسبة لي في المستقبل إذن في مستوى السنة الأولى الثانوي في نهاية السنة الأولى بشي تم توجيه تلامزة حسب اختياراتهم إلى أربعة مسال كبرى اللي هي العلوم، الاقتصاد والخدمات، التكنولوجيا الأعلامية والأداب بتبع حالة سنين ضافت الأداب إلى النموذجي طبعا شوفوا بعدين الشروط إذن هذا هو المسار العادي للتوجيه يختار تلميذ من سنة أولى الثانوي يختار إما يمشي علوم أو يمشي إلى الأداب أو إلى الاقتصاد أو إلى الأعلامية ثم بعد ذلك في نهاية السنة الثانية مفروض أو منطقيا كيف كيف بشي تم توجيه آخر يعني بشي ندخل إلى الشعب كل المسالك بشي تبقى تقريبا نفسها إلا مسلك العلوم اللي هو بشي تفرع إلى ثلاثة شعب اللي هي العلوم التجربية والرياضيات والتقنية إذن هذا بالنسبة لعملية التوجيه العادي بعدين إذن فما إمكانية أخرى إمكانية إعادة التوجيه لأنه بما أننا نتحدث على استراتيجية التوجيه أو مشروع التوجيه فطبيعي جدا أن استراتيجية هذه ضرورة أن تتميز بالمرونة قد يطرقوا أي حدث عند التلميذ ربما يكتشف حاجة جديدة ربما يتغير ميولاته لأي سبب من الأسباب أمور ما مشاتش كما كان متوقع فيمكن قانون التوجيه في تونس يسمح له بأنه يعدل من مساره الإمكانيات التي متوفرة قدامنا توري وأنه عملية إعادة التوجيه في حالة الارتقاء يعني التلميذ السنة أولى يمشي سنة ثانية علوم مفتوح قدامه إمكانية أما يمشي علوم تجربية رياضيات ولا تقنية لكن كذلك مفتوح قدامه هو كعلوم بالنسبة للعلوم مفتوح قدامه أنه يمشي ثالثة علوم إعلامية أو إلى الثالثة أدام إذن بالنسبة للي اختاروا مسلك الاقتصاد اللي هما في نهاية السنة الثانية ينجم بتبيعته بشي يمشي للسنة الثالثة ابتصاد وتصرف لكن بعدين عنده إمكانية وأنه يعدل من مساره إذا كان تطلب الأمر يمشي إلى الأداب يمشي ثالثة أداب بالنسبة إلى الإعلامية عنده إمكانية أنه يمشي إلى إما العلوم التقنية أو إلى سنة ثالثة رياضيات هذا بما يخص إعادة التوجيه في حالة الارتقاء وصلنا إلى هنا في مستوى سنة ثالثة ثانوية المنطق أو طبيعي وأنه في نهاية السنة الثالثة ثانوية التلميذ بشي يكمل في مساره في الشعبة اللي هو اللي هو اختارها من الأول اللي هي تعبر عليها الأسهم باللون الأخضر يعني التوجيه العادي لكن كذلك مرة أخرى لهنا فما إمكانية إعادة توجيه بالنسبة للتلميذ في حالة الارتقاء يعني السنة الثالثة يرتقي إلى السنة الرابعة ثانوي عنده إمكانية إعادة توجيه إذن من الاقتصاد ينجم يمشي للأداب من السنة الثالثة اقتصاد ينجم يمشي سنة رابعة أداب من السنة الثالثة علوم تجربية ينجم يمشي للسنة رابعة رياضيات ومن السنة الثالثة رياضيات ينجم يمشي إلى سنة رابعة علوم تجربية إذن هذه إمكانيات التوجيه العادي وإمكانيات إعادة التوجيه في حالة الارتقاء لكن كذلك فما إمكانيات إعادة توجيه في حالة لقدر الله الرسوب يعني تلميذ في مستوى السنة الثالثة الثانوي من الرياضيات ينجم يطلب علوم تقنية أو ينجم يطلب علوم تجربية كذلك من العلوم التجربية نجم يطلب رياضيات أو علوم تقنية كذلك من العلوم التقنية نجم يطلب رياضيات أو علوم تجربية يعني نجم يتحرك بحرية في شعبة أو في مسلك العلوم كذلك فما إمكانية من الإعلامية إذا كان هو لم يتمكن من الارتقاء إلى السنة الرابعة من شعبة علوم الإعلامية ينجم يعاود سنة في شعبة علوم تقنية أو رياضيات أو فما إمكانية أخرى نفس الشيء بالنسبة للاقتصاد والأداب فما إمكانية وأن التلميذ يتحرك من شعبة الاقتصاد والتصرف إلى الأداب والعكس صحيح إذن لماذا تحدثنا على إمكانية إعادة توجيه في حالة الرسوب أو في حالة الارتقاء طبعا بالنسبة للتلميذة اللي ما تمكنوش من الارتقاء في السنة الثانية الثانوي فإعادة توجيه بالنسبة لهم كأنه يعاود سنة الثانية الثانوي كأنه سنة أولى ثانوي يعاود نفس المعايير ونفس الطريق لماذا تحدثنا على إعادة توجيه هنا؟ لأنه باش ندلوا على نقطة مهمة جدا لازم يتميز بها مشروعك من التوجيه أول حاجة هو التدرج ما نجموش نبنيه مشروع من غير تدرج وثانيا المرونة يعني إمكانية التعديل إمكانية التعديل حسب نتيجك حسب معناها تطور مؤهلاتك أو إمكانياتك بالنسبة للعمليا كيف تتم هذه العملية؟ بطبيعة الحال ننتظر بلاغ كالعادة من وزار التربية كما عملت بلاغ باش تدلكم على عملية التوجيه وينتم وقت يشتم موعدها فربما سيتم يصدر هناك بلاغ آخر لوزار التربية باش توري للتلامذة متى وكيف يتمتعون بالحق في الاعتراض على التوجيه ما تنسوش اللي احنا سنة رانا في ظرف خاص وقاعدين نتعامله مع الظرف يوما بيوم إذن هذه المعلومات أخرى بعض الامكان اللي فيها أكثر دقة شروط التوجيه مثلا بالنسبة للسنة أولى اللي يحب يمشي للأداب النموذجي الشروط متوفرة موجودة على منشور التوجيه الجامعي يجب يكون ناجح في امتحان السنة التاسعة أساسي يجب يكون عنده معدل حسابي في اللغة العربية في مواد اللغة العربية والفرنسية والانجليزية معنى في اللغات يزموا أقل شي عنده 13 معدل ثم المعدل السنوي في اللغات هذوما كيف كيف يزموا يساوي أو يفوق 13 ويزموش يكون راسب في السنة الأولى ثانوية إذا كان توفرت فيك شروط هذه نجم تمشي إلى الأداب ملاحظة إذا يكون عندك في المواد العربية والفرنسية على الأقل يعني 9 معدل سنوي يفوق أو يساوي 9 من 20 بالنسبة للأداب تلاحظوا أن المواد المرجع المواد اللي تم على أساسها تقييم حضوذك في مجلس التوجيه تقسمت إلى زوز مجموعات المجموعات بالنسبة للأدابة العربية والفرنسية المجموعات الثانية الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا بالنسبة للعلوم الرياضيات والعلوم الفيزيائية المجموعة أولى علوم الحياة والأرض والتكنولوجيا للمجموعة الثانية إلى غير ذلك فضروري جدا أنه تطلع على هذه الشروط وعلى هذه المواد المرجع حتى يكون عندك زادة فكرة من البداية هل أنك قادر في السنة المقبلة باش تواصل إذا كان أنت المسلك اللي اخترته مثلا يكون مبني على مادة الرياضيات أنت في السنة الأولى الثانوية تدرس في مادة الرياضيات في يعني التوقيت معينة وبيغوارب معينة نقوله وإحنا نعطيه فرضية وأنك تعدي مثلا أسبوعيا أربع ساعات تراجع في الرياضيات في مستوى السنة الأولى الثانوية باش تحافظ على مستوى اللي انت تحصلت عليه في السنة الأولى الثانوية هل أنك مستعد في السنة الثانية الثانوية باش تزيد أكثر وقت وأكثر يعني جهد للرياضيات باش تحافظ على المستوى اللي انت متحصل عليه في السنة الأولى الثانوية ثم هل أنه هذا ما يأثرش عليك بالنسبة لمراجعة المواد الأخرى لذلك ضروري جدا أنك تعرف المواد المرجع اللي مبنية عليها المسالك وأشعق عفوا إذن بالنسبة للمعلومة هذه متوفرة في منشور التوجيه الجامعي تنجموا يمكن تسحبوا من عديد من المواقع موقع وزارة تربية موقع ايديونات العديد من المواقع تنجم تسحبوا هالمنشورة هذية ويوفر لكم المعلومات هذه كل اللي تشوفوا فيها غير ما ندخل في التفاصيل النقطة الأخيرة مهم جدا أنك تكون على بينا منها قبل ما تعمر بطاقة الاختيارات هي فكرة على ما ينتظرك بعد الباكالوريا قلنا احنا خذ اختيارك رو باش يحدد نوع الباكالوريا ونوع الباكالوريا باش يحدد التعليم او الدراسة اللي باش تخصص الجامعي اللي باش تدرسه بعد الباكالوريا على أقل تعرف أنواع الشهادات شنه أنواع الشهادات؟ هل أنه يعني أنت من مستعده أنك تواصل دراستك إلى ما بعد للسنوات ما بعد الإجازة الوطنية نجم تواصل سنتين اخرين في الماجستير زيد ثلاثة سنوات في الدكتوراه لأنك مستعد وأنك تدرس ثمانية سنوات في التعليم العالي نقطة أخرى مهمة جدا موجودة على موقع التوجيه الجامعي التوجيه الجامعي لكن ممكن زادا ندخلوله واحنا كتلامذا سنوات الأولى والثانية الثانوي وأولياءنا لأنه وفر العديد من المعلومات هذه هيكلة التعليم العالي تعطيكم فكرة على مدة الدراسة فما فرق بين الإجازة ثلاث سنوات والتخصصات الهندسية خمس سنوات وفيها يعني مناظرة وطنية فما فرق زادا كذلك بين التخصصات الطبية والطب وطب الأسناء إلى غير ذلك إذن المعلومات هذه كل متوفرة موجودة ضروري جدا أنه كل تلميذ عفوا كل تلميذ وكل ولي يتطلع عليها قبل ما يكون قراره نهائي بهكا أحنا نحاولو يكون القرار أقرب إلى الواقعية يكون العملية فيها ضمان لنجاحك في المستقبل طبعا أكيد إذا كان عندك بعض الأسئلة وتحب تتواصل معنا فما إمكانية أنك تتواصل معنا على الموقع هذا حاولوا نوفروا قدر من نجموا من إجابات بنسبة للتلمذا اللي هو على الفيسبوك هي مجموعة على الفيسبوك اسمها ثم تنجموا تحطوا أسئلتكم أو ملاحظاتكم إن شاء الله العرض هذا والعديد من المعلومات الأخرى باش نعطيكم نحطوها على الموقع هذا في أي لحظة مرحبا بكم مرحبا بتساؤلاتكم إن شاء الله من هنا للـ 18 ماي تكون الأمور واضحة مع حصص وحلقات أخرى إن شاء الله ونحن في انتظار أسئلتكم وتساؤلاتكم وشكرا على حسن متابعتكم